اه كويس النجيد تعال بقى اتفرجك على اعظم ما انجابة التكنولوجيا الجنة بتاعة ابل اه كده بقى منطق يقول ان انت متعرفش يعني ايه عظمة اصلا خصوصا ان انت لسه مغربتش ال S24 Ultra احسن تصميم ممكن تاخده في اي مبايل احسن تجربة عموما يابني احسن مبايل في العالم اكيد بتهزر يابني الايفون 15 Pro Max سن واحده احسن من ال S24 Ultra لاجب ان انتو مقللنا السنان دي سواء ما في الدواني بالتايتانيوم او في الشاشة الولوزون ديس بليج جديدة اللي انتو عملينها مقل لجلكم انت الولوزون ديس بليج لسه ليلك من سنتين انا عندي بقى لها يجسين ميم انا اصلا مش فاكر اول مرس تعملتها يبقى انها كنت عايز صواري رؤتاك دا غير ان احنا بنا نعمل على كل حاجة فيها انت دوبك هو الشكل اللي بتدهولها في ابل وخلاص ايوه بس ما عندكش حاجة زي الماكبوب كده اجرى تتواصل مع الايكو سيستم كله سواء الساعة سواء الايربود سواء الايباد او الايفون بتاعك طبعا طب قولي انت اصلا محتاج الماكبوب دوت في ايد لو انت عندك حاجة زي سامسونج نيكس توصل موبايلك على شاشة بقى كمبيوتر الوقت واشرد دا غير القلم اللي بيجي معاه الاداة السحرية بتاعت سامسونج وبالنسبة للابل ووتش تنصر الجالاكسي ووتش طيب الايربود عادي يعني الجالاكسي بوتس الايباد بقى ما عندكش حاجة شبه الايباد اكيد هو حداوة الابل بيتس كده انت اكيد بتهضر يعني انت مسمعتش عن السامسونج كتاب خالص اللي موجود في كل الفئات السعرية سواء كان مخيف اوي او غالي اوي واحسن بالايباد بتاعه دا غير بانا ما اتكلمتش عن التلفزيون والجسالة والتلاجة والحاجات الاسمارت بتاع السامسونج اللي بتعملك بيت زكي متكامل وانت فرحان بس بالايكو سيستم الصلايا البتاعه ولا اقول لك سيبك من الاسمارت سيستم وصيبك بالايكو سيستم خليك بصص للس 24 الترا الوحده والمميزات بتاعت الزكاية الاصطناعية للطافة السنادي يعني اتكلم حد تسمعه باللغة بتاعته تعدل على الصور وتفيدها بالاي اي 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 او تشيل شخصيات منها تقدر تعمل سالت ارتساش وانت فتح اي حاجة مميزات كتيرة بص احنا سابقين قد ايه وانت اصلا لما بتحب تغير نغة موبايلك بالدوخ ولا الشاشة بتاعته بص على جمال الشاشة وخصوصا بالطبقة الجديدة اللي جاي عليها بتاعت منع الانعاجات مش همكد بصراحة يمكن سامسونج عملت فعلا كذا حدا حلوة بس اكتين برضو مش بعظمة الابت الايكو سيستم بتاعنا بص انا اقلت لك انت مفروض تخرج من السجن اللي انت حابس نفسها يدويه وتبص للاندرويد وبصراحة الاس 24 الفا هيكون احسن حاجة تبديك تعمل بيها الموضوع قبل اي حاجة اضمنك ان انت تخرج من الفيديو دا وتكرهني فعلشان قبل ما توصل للحظة دا قبل ما كامل الفيديو الحد الاخر اي حاجة تقولي في الكومنتات دلوقتي انت تيم ايفون او تيم جالاكسي لو انت سألت اي حد في العالم دلوقتي ايه احسن موبايل موجود هيكون اجابته يا اما الاس 24 الترا يا اما الايفون 15 برو ماكس وانا الموبايلين معي هنا بس تعملهم من ساعة ما نزلوا الاس 24 الترا قبل ما ينزل بشوية كمان كنت جربته وال 15 برو ماكس بقاله كذا شهر معي فبجد فصصت كل حاجة فيهم وقدر اقولك كويس جدا على العيوب قبل المميزات كمان وعلشان كده انا بقولك ان انت هتطلع كارهني من الفيديو دا انا متعود ان انا كل سنة بعمل المقارنة دا الكومنتات كلها بتقولي يا اما انت متحيز للسامسونج يا اما انت متحيز الايفون على نفس الفيديو بتلاقي الرأي دا وبتلاقي الرأي دا دوت لان اغلب الكومنتات دا بتبقى متعصبة لشركة في الاتنين بيجوا دايما يقولوا ازاي تقول كده وازاي دوت احسن من دوت فكذا وبيعودوا ويتخنقوا كتير اوي في الكومنتات مع بعض فانا قررت بما اني مش عارف ابسط كل الناس ان انا معرف بسهولة جدا ازعل كل الناس علشان كده انا جاي اقولك بصراحة مطلقة وبشكل حيادي جدا هل الاس 24 الترا احسن ولا الايفون 15 برو ماكس كفاية تطويل في المقدمات اوي كده خلينا نبتدي الفيديو بالنسبة للتصميم فسواء ان تمسيكة الموبايل دوت او الموبايل دوت في احساس كده اول لما بتحطه في ايدك قد ايه هو شيك الجوانب التايتانيوم اللي موجودة السنة دي في ال 15 برو ماكس والاس 24 الترا مش فارق معايا مين عملها الاول المهم ان الاتنين قدموا الميزة ديت سيبونا من الخناقات التفولية بتاعت اللي هي ده نزل هنا قبل هنا لان في الاخل ده كله في مصلحة المستخدم التايتانيوم تطور كبير خصوصا مقارنة بالالومنيوم اللي كان موجود قبل كده في ال S23 Ultra لاحظت ان التايتانيوم بتاع سامسونج بصماته اقل خصوصا في الالوان الغمئة يعني هتلاقي الالوان الغمئة زي اللازرق مثلا في الايفون 15 برو ماكس بيبصم قوي انما اللون البنفسيجي من ال S24 Ultra هنا مش بيبصم تماما الموبايلين في منهم لون التايتانيوم الطبيعي الايفون ميل الرمادي او الالوان الفتحة اكتر انما ال S24 Ultra متشبع اكتر شوية فديت انت حسب بتفضل ايه اكتر لكن هما الاتنين مش نفس الدرجة بالزبط من اللون يعني المسكة في الايد هي شبه السنين اللي فاتت ولكن كل واحد فيهم تحسن شوية بقى مريح اكتر في الايد سامسونج الموبايل بتاعهم اطول فديت حاجة تحطها في الحسبان ولما بتيجي تحط الاتنين على المكتب فهو بيتهزى اقل علشان بروز الكاميرات بتاعته اقل من الايفون برضو سامسونج الكورنرات بتاعته حدة شوية انما الايفون الكورنرات بتاعته مستديرة تفضيلات شخصية في الشكل تماما ناس بتحب دوت اكتر وناس بتحب دوت اكتر انا بحس التصميم بتاع السامسونج كده بيفقرني برجال الاعمال دايما بحس نقوم بايل موجه للبيزنس قوي خليك فاكر ان الالترا هو تكملت سلسلة النوت فالشكل المسطح دوت مع الجوانب اللي شبه النوتة فعلا هي تديلك احساس ملائم جدا للاسبين اللي بيجي معاني تقدر تحط سكرين بروتكتور من غير ما تتشال معاك وتقدر تستمتع بالكتابة على الشاشة لحد الاطراف بتاعتها لان انا عارف قد ايه الاتج كان بداية في الموضوعين دول المميز بالنسبة لي هنا في الشاشة السنية دي مش الحاجات ديت احلى حاجة الطبقة الجديدة اللي محطوطة عليها كورنين جوريلا جلاس ارمر هي طبقة مفروض ان هي مقاومة للخربيش والكسر والحاجات دية كلها الايفون برضو فيه السيراميك شيلد هي نفس الفكرة بالضبط ولكن المميز في طبقة الحمال موجودة على الاس 24 اولترا هي التقليل اللي انعكاسات انت فعلا لو مسكت الاس 24 اولترا هتحس قدقي اللون اللي سويت بتاعه تحفة لما تجي تحط الموبايلين دول في الشمس الاس 24 اولترا ما بيديش انعكاسات الايفون بيدي انعكاسات فانتا بتقدر تستمتع بألوان السامسونج اكتر وديت اكتر حاجة على فكرة صحابي حاسوا بيها لما مسكوا الايفون والسامسونج معاية قد ايه شاشة السامسونج احسن والفرق اللي هما حاسينه في الشاشة ده كان بسبب الالوان بتاعت السامسونج علشان هي فعلا بتقلن عكاسات رغم ان الفرق ما بينهم في المواصفات على فكرة مش ضخمة اوي زي ما انت متخيل ما بين الشاشتين دول انما طبقة الحماية ديت لوحدها كانت هي السبب في رأيي ان الشاشة تبقى احساسها احلى كثافة البيكسلات اعلى في السامسونج مستوى الاضاءة بيوصل ل 2600 نيتس مقابل 2000 نيتس بس على الايفون فبصراحة من كل النواحي شاشة الاس 24 الترا تتفوق على الايفون 15 برو ماكس والموضوع ملحوظ جدا فبصراحة السنة ديت ابل تخسر جدا قصاد سامسونج في موضوع الشاشات بالنسبة للاداء والسرعة بتاعت الموبايلين فسواء انت جبت الايفون او السامسونج هتاخد تجربة تحفة مش هتتدايق من نسخة سناب دراجون ايد جين سري اللي موجودة في الجالاكسي هنا واكيد الاي 17 برو برضو هيديلك تجربة تحفة على الايفون 15 برو ماكس بس بصراحة لو انا قفلت الحتة بتاعت الاداء على كده يبقى انا باشتغلك فكرة ان انت مش هتتدايق من الاداء او ان الاداء حلو جدا او ان الاداء تحفة جدا دوت الطبيعي لان الموبايلين غليين لو انا فضلت اقوله على كل حاجة مش هتدايق منها فانت كده كده مش هتدايق من اي حاجة في الموبايلين دول ويبقى المقارنة ديت مالهاش لازمة علشان كده خلينا نحكم الموضوع اكتر شوي الايفون معروف طول عمره قد ايه هو بيحافظ على الاداء لفترة طويلة مهما تقلت عليه مهما استعملت الفترة هتلاقي ان هو محافظ على سنين اطول من الاندرويد عموما دي حقيقة اثباتت نفسها كذا مرة بس بصراحة انا شايف سامسونج وجوجل كمان على الناحية التانية طورت من نفسها جامد جدا في الموضوع دوت في الموبايلات الفلاكشيب بقى لهم سنتين تلاتة كل الموبايلات اللي نزلة في الوقت دوت بتدي اداء ممتاز يعني لو انت جيت ترجع بالزي كده الوارا كده مش هتلاقي الاس 23 اولترا الاس 22 اولترا حد بيشتكي منهم السنة دي كمان سامسونج بتوعيدك بسبع سنين تحديثات فحتت برضو ان الايفون بيعيش اكتر من ناحية التحديثات وبيفضل ليوصل له تحديثات اطول خلاص ما بقيتش هي الحقيقة المطلقة لان سامسونج بقيت تنافس في الموضوع دوت دلوقتي السرعة والسلاسة اللي اتنين تحفى حيث ان انت تقفل وتفتح في بلنامج معين او في لعبة معينة وبتلاقيها بتفتح معاكم بالسلاسة ونعومة حتى الانيميشن معمول حلوى قوي على الموبايلين دول ستايل الانيميشن على الايفون ابطأ شوية من الاندرويد ولكن دوت علشان هو الشكل بتاعه معمول كده مش معناه انه هو بيهنج او انه هو اتقل من الاندرويد هو بس معمول انيميشن طويل حب ففي ناس بتحب الستايل بتاع سامسونج اكتر وناس بتحب الستايل بتاع الايفون اكتر ولكن اللي عايز اوصله لك ان الاتنين تقليبا نفس النعومة الميزة بالنسبالي في الايفون بس حتة ان المعالج الاي سيفينتين برو دوت خلاهم يستعملوا العاب قوية جدا نزل على الايفون السندي لو انت جيمر فانا متأكد ان انت سمعت عن الموضوع دوت قد ايه العاب كنا بنشوفها بس على البلاي ستيشن والماكبوك زي ريزدنت ايفل مثلا نزلت للايفون دلوقتي ونزلها حصرية للففتين برو ماكس بس مش نزل لأي ايفون تاني فدي بصراحة ميزة قوية للايفون مش هاضر ان كده تماما لكن برضو لاحست ان الايفون بيميل معي اكتر ان هو يسخن في الاول خالص اول لما الايفون نزل هو فعلا كان بيسخن جامل جدا والحوار دوت كل الناس اشتكت منه مع التحديثات الموضوع قال له وبقى شبه مش موجود مؤخرا اعمالها معي مرتين ثلاثة كده لقيته بيسخن من غير ما اعمل اي حاجة تقيلة عليه فانا مش فهم المشكلة ديت هتفضل ما نكملها معانا ولا ايه الدنيا خاصة ان احنا في الشيطة دلوقتي اصلا الاس 24 ultra بصراحة مقبليتنيش معالحة تديات خالص عندك اندرويد 14 هنا مع وجهة سامسونج الجديدة one ui 6.1 وعندك على الناحة التانية ios 17 وطبعا هينزل لهم هما الاتنين التحديثات اول لما تنزل النسخ الجديدة من السوفتوير ديت احدث موبايلات بالتالي ينزل لها اخر تحديثات ال 6.1 بصراحة من سامسونج حصل فيها تغييرات كتيرة عموما خصوصا في شكل الناتفكيشن وبقى اقرب بصراحة شوية لايو اس ولكن البطل بصراحة بتاع السوفتوير السنة ديت هو الزكاء الاصطناعي سامسونج استعملت ال ai في كل حتة في الموبايل دوت وتكلمت على الموضوع ده وبالتفصيل كذا مرة قبل كده لانه فعلا مبهر عارف كأن معال حاجة كده شبه تشات جي بي تي على الموبايل فكرة ان انت تخليه يغير التوم بتاع كلامك زي ما تكون مثلا بتكتب ايميل وتخليه يكتبه لك بشكل اكتر او لو بتحضر مع حد وعايزه هو يحط لك شوية اموجيز ويزبط لك الجرامر ويخلي الجملات بان فان اكتر شوية دي ميزة انا حاصلت ان هي مفيدة جدا للاسف كانت مقفولة بس على الكيبورد بتاع سامسونج لو استعملت اي كيبورد تاني مش هتقدر تستفيد منها ولكن الفكرة نفسها مميزة مميزة كمان جدا فكرة الترجمة الفورية ديتانا معايا مترجم على الموبايل بتاعي لو انا بكلم حد على واتساب او على انستجرام او في برنامج الرسائل بتاع الموبايل نفسه فهو بيقدر يحول لي اللغة اللي مكتوبة ويحول اللغة اللي انا بكتب بيها نفس الحكاية لو انت بتتكلم مع حد على الموبايل فانت بتسمعه باللغة بتاعتك وهو بيسمعك باللغة بتاعته حاجات حرفيا تحس ان هي جاية من المستقبل ولكن للأسف الحلو ما بيكملش سامسونج هو عادتنا انه حييجي تحديث بيدعم اللغة العربية ولكن لحد الوقت سيفة التحديث دوت ما وصلش بالتالي انا كحد من الشرق الاوسط فمش قادر استفيد بالمميزات دي كلها قادر استفيد اكتر بكتير باللعب اللي موجود في السوفتوير بتاع الموبايل من ناحية التعديل على الصور ان انا اشيل شخص من الصورة ان انا اشيل حاجات من الصورة ان انا ازبط شكلها اكتر لو الصورة ميلة اعدلها بالجينيراتف اي اي ده غير المميزات التانية بتاعت سامسونج في السوفتوير ان انت مثلا ممكن توصل الموبايل بشاشة وتستعمله ككمبيوتر معاك طبعا المميزات الاسبين اللي احنا كلنا بقينا عارسينها وبنحبها سواء من ناحية الكتابة السنة دي كمان ممكن ان انت تعمل سيرش على اي حاجة بان انت تعمل دايرة حواليها كده سواء بالاسبين او بصبع او ان انت تستعمل ده كريموتر للموبايل وانت بتلقى صور او بتسمع اغاني فسوفتوير سامسونج السنة دي فعلا مميز الايفون على الناحية التانية الايو اس عموما هو بقى كستمايزابل اكتر من السينين اللي فاتت حاجة زي اللوك سكريم مثلا اللي بقيت تقدر تغير شكل الخط بتاعها وتغير الالوان بتاعتها من اللوك سكريم نفسها بس انت شايف الفرق اللي انا بتكلم فيه يعني شايف انا بتكلم على سامسونج فين في السوفتوير والايفون فين بصراحة الايفون مستقر جدا ديت نيزة الايفون بالنسبة لي خصوصا بالنسبة للبرامج اللي انت بتحملها يعني سامسونج برضو مستقر كسوفتوير نفسه انما البرامج الاندرويد ما بتحسهاش بنفس الجودة بتاعت البرامج الايو اس في حاجة في الايو اس نفسه في برامج كتيرة جدا بتخليك تخس ان هو معمول احسن فانا مش عارف الموضوع ده امتى هيتغير كل سنة بيحصل تحسينات شوية زي ان مثلا سامسونج بتدعم السوشيال ميديا ان هو يترفع عليها الحاجات بجودة اعلى بس بصراحة ما زال النقطة دية نقطة تفوق الايفون السوفتوير عموما انا عارف ان هو بيرجع للتفضيلات الشخصية سواء انت بتحب الاندرويد او بتحب الايو اس فما فيش فيديو هيغير لك رأيك علشان كده انا كل سنة كنت بقول الموضوع يرجع لك انت وقرار قرارك في حتة السوفتوير بس السنة دية بسبب مميزات الاي اي كتيرا اللي مقولة في الموبايل ما اقدرش بصراحة اقول نفس الموضوع الاس 24 ultra مقدم مميزات اكتر بكتير في السوفتوير بتاعه مقارنة بالايفون بالنسبة للبطارية وسرعة الشحن سامسونج وابل الاثنين معروفين ان هم مش بيدعموا اعلى سراعات شحن في السوق تماما هم دايما بيحطوا شواحن او بيدعموا شواحن ابطأ بكتير من الشركات الصينية مثلا حجتهم دايما في الموضوع دوت ان سرعة الشحن العالية ممكن بتبقى مضرة شوية على الموبايل فهم بيحبوا يخليهم في الناحية الاملة تماما لما يشوفوا تأثير الموضوع دوت على المدى البعيد ولكن مع ذلك سامسونج بيدعم سرعة شحن 45 واط الايفون بيدعم حوالي 30 واط تقريبا دوت بيخلي في اول مصف ساعة الاس 24 ultra بيشحن حوالي 70% انما الايفون بيوصل لحد 50% بس في اول مصف ساعة والشحن الكامل بياخد ساعة ساعة وعشر داية تقريبا على السامسونج انما بياخد حوالي ساعتين اللي ربع ساعتين اللي تلت مع الايفون المهم بالنسبة لي هو مدى طول البطارية نفسها واستعمالها معك هتاخد من الاتنين حوالي 9 لعشر ساعات استعمال وبصراحة انا ما حستش باي فرق لما نقلت من الايفون للس 24 ultra في موضوع البطارية دوت ما حستش بتحسن وما حستش ان الموضوع اسود نفس الاستخدام نفس الموبايل ديتا اللي بفتحها نفس التتقيل على شغري في الموبايل البطارية السنة دي حاصل فيها تحسن عن الجيل بتاع السنة اللي فاتت سواء هنا او هنا طبعا الاتنين بيدعموا شحن لاسلكي ولكن الايفون مميز كمان بالماكسيف والاكسسوارات بتاعته فعمل لايك علشان قريب هعمل لك فيديو عن اكسسوارات الماكسيف بس سامسونج على الناحية التانية مميز بالشحن اللاسلكي العكسي دوت معناه ان انت ممكن تشحن الساعة بتاعتك او السماعة بشكل لاسلكي من غير اي وصلات من خلال الموبايل نفسي الايربورتز برو بتاعتي بما اني جبتها اول لما نزلت فهي جاية بالمدخل القديم بتاع الايفون فتخيل انا بشحن سماعات ابل من السامسونج ومش عارف اشحنها من موبايل ابل نفسي خليبا نتكلم على اهم نقطة بتفرق اي موبايل فلاكشوب عن موبايل تاني وهي الكاميرات بس الموضوع ده الكبير فخلينا ناخد الكاميرا معنا المكان تاني الكاميرات السانية سواء انت قررت تشتري الايفون او السامسونج فانت بتاخد كاميرا مميزة انا ما بحبش اتكلم عن مواصفات كتير اوي فانا هاعرض لك المواصفات الوراقية بتاعتهم على الشاشة عندك ولكن في حاجة جديدة عملوها هما الاتنين السانية لازم نتكلم عليها الفيفتين برو ماكس والاس تونتي فور الترا هي اول موبايلات من سامسونج بتيجي بكاميرا خمسة اكس زوم ده بيدي لك حوالي مية وعشرين مليميتر لو انت بتصور وبالتالي بيبقى تحفة جدا في تصوير الاشخاص بيدي عزلة حلوة جدا للخلفية وبيبين ملامح الشخص نفسه بشكل مميز اوي علشان كده انا كنت بستعمل الكاميرا ديك كتير جدا في التصوير اكتر حاجة لاحستها السنة دي وقت التصوير بين الموبايلين دول ان سامسونج بقى يميل اكتر ان هو يزبط السكن تونز عن الايفون وديت حاجة بالنسبة لي غريبة لان ابل دايما قوية جدا في الحتة دي لكن في كل الصور اللي انا كنت بشوفها كنت بقى بقى ميل للالوان اكتر بتاعت السامسونج انا عارف ان ديك بتبقى تفضيلات شوية انت بتحب الشكل المتشبع بتاع السامسونج ولا الشكل الواقعي اكتر بتاع الايفون بس السنة ديات سامسونج انا شايف ان هي حطى التوازن المناسب ما بين الواقعية وما بين حلاوة شكل الصورة احيانا الموضوع ممكن يقلش حاجة بسيطة زي العربية هنا لونها باين بيتي شوية على السامسونج رغم ان هو لونها احمر في الحقيقة زي اللي ظاهر على الايفون بس بصراحة البشرة وتصوير الاشخاص هي حاجة انا بعملها اكتر بكتير بالتالي كنت مبسوط اكتر بكاميرات سامسونج في الحتة دي بالنسبة للديناميك رينج فانت تاخد بالك ان سامسونج ما زالت بتحب ترفع الشادوز خصوصا في النهار دوت انا مؤيد جدا ليه انه بيدي شكل منور اكتر للصورة وبيبقى فعلا شكلها الازل عينها ممكن ساعاب دي يجي على حساب ان في حتة كده تبقى لسعة زي السحاب مثلا بس كان مجمل فاغلب الاوقات كان بيطلع لي صورة بحب شكلها اكتر في الليل كمان على الناحية التانية هو ما بقاش يعمل الموضوع بشراسة زي ما كان بيعمله قبل كده السنين اللي الفاتت كانوا بيرفعوا الشادوز بشكل مبالغ فيه في الليل فكان بيبان نويز او ما كانتش الصورة بتبقى لازل حاجة بسبب الموضوع ده دلوقتي الصورة حصل فيها تتطور في طريقة معالجتها في التصوير الليل اخلا بالوقت العلمك بشوية ادت للصورة ممكن اخد اللوك اللي انا عايزه على الايفون او اللوك اللي انا عايزه على سامسون لسه بس ابل محتاجة تزبط شوية موضوع الانعكاسات في التصوير بالنسبة للفيديوهات ديت النقطة اللي دايما ابل بتتفوق فيها عندهم تصوير السنة دي ابل رو كمان دوت بيخليه اداء مناسبة جدا للمحترفين ولكن عندي مفاجأة لي كان عايزك ترجع لأول الفيديو كده اللي كان في الاول دوت هو جزء منه متصور بالسامسونج وجزء متصور بالايفون هتلاقي حرف مكتوب فوق على اليمين لو الحرف دوت ايه فدوت المشهد اللي متاخد بالاس 24 اولترا وبه دوت المشهد اللي متاخد بالايفون 15 برو مك انا عارف ان انت اول لما ترجع للصور ديت هتحس ان سامسونج متفوقة وديت حقيقة فعلا في الفيديو ده لان الاضاءة كانت متزبطة احسن في الشوت بتاع سامسونج ودوت اللي انا عايز اوصله لك سامسونج بتصور 8K انما ابل ما بتصورش 8K اخدها 4K بس على الناحية التانية سامسونج ما بتقدمش وضع رو زي ابل وابل بتقدم ابل رو احسن طريقة تصور بها فيديوهات على اي مبايل في رأيك سواء قررت الجيب ده او تجيب ده اللي اختلاف الاكبر في تصوير الفيديوهات هيبقى معتمد على الاضاءة وتصبيطك انت للوكيشن ولكن كاده احتضافية بصراحة تصوير الفيديوهات الروع على الايفون تجربة مفيش زيها علشان كده استعمالي انا اغلب الوقت في الصور كنت بستعمل السامسونج واغلب الوقت في الفيديوهات كنت بستعمل الايفون والاثنين تحفة جدا ممكن تاخد صور بالايفون عادي تحفة وفيديوهات بالسامسونج تحفة لكن اقول لك كل واحد افضل شوية فيه دلوقتي جاء وقت اجابة سؤال مالوش اجابة تشتري الايفون 15 برو ماكس ولا الاس 24 الترا سامسونج احسن ولا ابل الاندرويد ولا الاي او اس خناءات احنا متعودين عليها بقلنا سنين والاجابة بتختلف كل مرة من جيل للتاني لما باجي راجع المواصفات دلوقتي بتاعت الموبايلين دول وتجربتي معاهم فانا فعلا مش قادر اطلع في واحد مشاكل هي كلها حاجات انا ببسط اكتر لما بستعملها في السامسونج او ببسط اكتر لما استعملها في الايفون انا مستمتع اكتر جدا بالشاشة بتاعت سامسونج مثلا بالتصميم بتاعها تجربة السوفتوير نفسه عليها والاندرويد عموما بحبه جدا الايفون مستو بالنسبالي هو تصوير الفيديوهات والابل ايكو سيستم لكن لو انا هديلك اجابة تشتري مين فيه السعر بتاع الموبايلين دول دلوقتي في مصر بتتكلم في حوالي من 66 ل70 الف جنيه والاس 24 ألترا بتشتريه ب66600 جنيه وهتاخد الموبايل نفسه وحزمة الهدايا بتاعته وقت تصوير الفيديو لو انت دخلت على امازون دلوقتي تقدر تشتري الموبايل وهتاخد عليه السماعات البرز هدية وهتاخد عليه الكافر السيليكون الرسمي هدية ده بالاضافة للضمان المحلي فانا شايف ان هي بصراحة صفقة حلوة جدا في السعر المتقارب بتاع الموبايلين دول مفيش واحد فيهم ليه افضلية قوي في السعر ولكن الاس 24 ألترا بصراحة موبايل متكامل اكثر لو انا هستعمل واحد بس في الاتنين دول فهيكون الاس 24 ألترا الموضوع دوت يمكن يكون جزء منه علشان السامسونج نازل احدث من الايفون متقدم عليه بحوالي 3 ا 4 شهور علشان كده في اخر السنة برضو هندخله في مقارنة مع الايفون 16 برو ماكس لما ينزل اي نعمل 16 برو ماكس هيكون متقدم بحوالي 8-9 شهور بس هنردها بعد كده ما بين 16 برو ماكس والاس 25 ألترا ودوت اللي انا بتكلم فيه المقارنات ديت مش بتخلص كل شوية شركة فيهم بتعلي على التانية وتنزل بمنتج احسن في النص الاول من 2024 المنتج الاحسن دوت هو الاس 24 أل لو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا تدوص على زر اللايك وتعمل سبسكرايب وبس كده كان معتاد كان معاكم احمد كمال ستنوين في الفيديو جاي